سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلما عرضنا هذه المشاهد تتجدد فينا مشاعر الوفاء لهذا الوطن الكبير و يتجدد بنا عهد الوفاء لهذا الوطن و الإجلال و التقدير لشهدائنا الأبرار في كل مكان ضحوا من أجله من أجل هذا الوطن و ترابي هذا الوطن لن ينجح الحاقدون و الهمجيون في تمزيق نسيجنا الوطني كانت كلمة الشعب و ستظل كلنا في داء الترابك الغالي يا كويت سنكسر شوكة الإرهاب و نقتلعه من جذوره بإذن الله ها هو العالم اليوم يرى وقفة شعب الكويت الوفي يرى سفينة الكويت تبحر بأمان و يقضة و إن تلاطمت الأمواج المفاجئة طريقنا هو طريق الصمود و التماسك و الوحدة و سنزداد صمودا و تماسكا و بسالة و شجاعة و جسارة و وحدة بدرع حصينة هي درع الوطن نحن جميعا شعب واحد نسيج واحد رحلتم يا شهداء الوطن لكننا على العهد باقون نستذكر على الدوام تضحيات أبناء الوطن في كل أحوالهم أين كانت التضحية و متى و كيف نواصل مشاهدنا الكرام تسليط الضوء على الجريمة الكبرى التي هزت الوجدان العالمي و الضمير الإنساني عندما فجر انتحاري خسيس جبان في لحظة غدر قتل فيها أبرياء مسلمين مؤمنين صائمين مصلين في بيت من بيوت الله في شهر هو من أعظم شهور الله نقف وقفة لسان حال الكويتيين ثم نعود إليكم نعود مجددا مشاهدين الكرام لنكشف زيف هذا الفكر الضال المضلل و من يقف وراءه في محطتنا هذه يسعدنا أن يكون ضيفنا هو دكتور عادل الفلاح و وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية دكتور عادل أهلا و مرحبا بك يا أهلا وسهلا بكم حياكم الله و الأخوة المشاهدين و الأخوات المشاهدات أراد الآثمون المجرمون إصال رسالة لكنها ارتدت إلى نحورهم فكيف قرأتهم الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على المبعوث رحمة العالمين محمد النبي الأمين و على آله و صحبه أجمعين عليها فضل الصلاة و أولا بعد ذي بد أسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة و الرحمة لشهدائنا و أن يرهم الله عز وجل ذويهم الصبر و السلوان و أن يعدل بالشفاء المصابين آمين 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 رب العالمين لا شك أن هذا المصاب الجلل و الحدث الكبير الذي هز كل المشاعر والأحاسيس و ما أراده هؤلاء من هدف أو توصيل رسالة في تفتيت الوحدة الوطنية الكويتية بإثارة مثل هذه النعرات و هذه النزاعات الطائفية و غيرها الحمد لله رب العالمين المجتمع الكويتي من فضل الله عز وجل مجتمع محصن محصن من فضله جل وعلا و ذلك ما وارثناه على الآباء و الأجداد من لحمة اجتماعية و وحدة وطنية لم يسجل لنا تاريخ الكويت أي نزعة طائفية بل ما سجله التاريخ هي الروح الوطنية المتكاملة هي الجيرة الصادقة هي المحبة هي الشراكة في كل شيء من شؤون الحياة بأخوة و محبة و معزة و تداخل اجتماعي و أنا أستطيع أن أقول تقريبا في ذوابان في بوتقة واحدة هذا الموروث العظيم و الذي عضده تلك السياسة الحكيمة لقائد هذا المجتمع صاحب السمو و أمير البلاد حفظ الله و أرعاه في سياساته الحكيمة و توجيهاته تعاضد هذا الموروث الكويت الموجود و من ثم نراحض و نشاهد تجليات حقيقة ما بعد الحدث في هذه الوحدة المطلية ربما يكون البعض متخوف أن الحادث قد يفرز بعض الإفرازات معينة و طبعا الحدث ليس بسيطا و خاصة بالنسبة لذوي شهداء يعني أمر صعب و خاصة في اللحظات الأولى قد تتوقع ردود فعل معينة بأي شكل من الأشكال و لكن هذه السياسة الحكيمة و هذه الروح اللطيفة حقيقة استطاعت أن تمتص يعني هذا الحدث و إفرازات هذا الحدث و تجسد و توصل الرسالة الآخرين أن مثل هذه الأحداث لن تؤثر فينا و لن تشق صفنا قد كان قبلكم القزو الصدامي الغاشم الذي جاء بمئات الآلاف من الجنود و لم ينجح و لم ينجح و تحطمت و تكسرت كل آمالة على صخرة الوحدة الوطنية و رد خائبا و لله الحمد و المنة و جاء المجتمع الكويتي أقوى و أكثر صلابة من ذلك فلا شك الرسالة التي رددناها على أنثار هؤلاء تجلت في كل ما شاهدناه حقيقة من تصريحات لرموز البلد من كل الأطراف و ما تجسدت من وحدة وطنية و مشاركة بكل المشاعر و الأحاسيس سواء في اللحظات الأولى و سواء في المقبرة و سواء في العزاء في المسجد الكبير التجسيد و يقود هذه الأمور صاحب السمو حفظه الله و رعاه بعد لحظات وسويعه نجده حفظه الله في الموقع و في العزاء نجده أول واحد فحقيقة من خلال هذه القراءة نقول و نكرر و نؤكد أنه إن شاء الله لن يفلح أحد أن يستطيع أن يخترق هذه الوحدة و الأطراف بإذن الله يعني استوقفتني كلمة الروح دكتور عادل يعني نحن في في مقام الآباء الآن يجهل أولئك الغادرون الآثمون الروح الأبوية الموجودة الروح الأبوية لا يمكن أن تقارنها بروح أخرى روح عملية مهنية ثقافية أي أن كانت الروح الأبوية لها لها رونق و لها سماء رحبة ليس كذلك دكتور نعم صحيح لا شك في ذلك هذه الروح الأبوية تنمسها يعني من خلال مشاركات صاحب السمو و القيادات عموما و حكام الكويت على مرة تاريخ و على مرة تاريخ العلاقة ما بين الحاكم و المحكوم العلاقة ما بين الحاكمات في الضلط علاقة أبوية و يعني مملوئة حقيقة بالحنان و المستقية و المشاعر الصادقة هاي المشاعر يعني أنت الأكس في هذا الصورة الجلية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله و هو يشارك أهالي الشهداء و جموع أهل الكويت هذه في تلقي العزاء و يعني مشاركتهم في مشاعر أبوية حميمية تعكس مدى العلاقة ما بين القائد ما بين الأب ما بين ربان السفينة ما بين المحكومين نعم بس اسمح لي محمد ربما الصورة لم تأتي بالتعبير الكامل صح التعبير نعم لأن صاحب السمو حفظه الله لف عليهم جميع ثلاثمائة واحد ما شاء الله وسلم عليهم واحدا واحدا نعم والأمر على ما يظن أنا شخصية لما مرته على الكل ليس بالأمر البسيط صحيح كيف بمثل عمره وسنه ووضعه يمر عليهم كلهم ويصافحهم ويواسيهم في الشعر أمد الله له بالعمر يعني بكل والقوة واللحظات التي تشاهد فيها وجه صاحب السمو حفظه الله في وقت ما حضر تدرك وترى الدمعة التي نزلت من عينيه لماذا اختار المجرمون الآثمون بيتا من بيوت الله وفي هذا الشهر الأول الأيام العشر الأوائل من رمضان شهر الرحمة ووسطه مغفرة وآخره عطق من النار لماذا أراد ماذا كانوا يهدفون من إيصار رسالة من خلال بيت الله الحرام حقيقة يعني هذا هو من أكبر الأدلة على بعده عن الدين الحقيقي من أكبر الأدلة أنهم منحرفون وأنهم مخطئون وأنهم ضالون ومضلون فأن يختاروا بيتا بيوت الله يعني هذه وفي هذا الشهر المبارك في شهر رمضان والناس صائمة صائمون ويعني حقيقة دليل على يعني عوضا على ما نراه من مشاهد متعددة يعني منزوع الإنسانية صحيح ولا يمكن حقيقة حقيقة الدين الحقيقي الحقيقي هو ما يفعن من النفس البشرية من معاني إنسانية عميقة لكل الناس مسلمهم وكافرهم أيضا أن وظيفة المسلم الحقيقية هو أن ينقذ الناس ينقذ الناس إذا كانوا منحرفين أو كنفر أو غير ذلك وظيفته الحقيقية أن ينقذهم من النار إلى الجنة لا أن يأتي بهم ويعجل بهم إلى النار والعياذ بالله كما يدعي فهذا خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن وظيفته في أي مرحلة وفي أي خطاب وفي أي إجراء وفي أي خطوة إلا الحرص الشديد على إنقاذ الناس من من الضلالة إلى الهدى ومن النار إلى الجنة لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف قاتل نفسك متحسر يبحث عن كل الأدوات التي توصل الخير لهؤلاء الناس ولذلك أوجب الواجبات على الداعية المسلمة في خطابه أن يبحث على الأحسن لا يجوز له أن يستخدم الخطاب الحسن يجب أن يبحث عن الأحسن ويبحث عن البلاغ المبين والبلاغ المفعن بالرحمة والرأثة والحب والإخلاص للطرف الآخر لا يعرف قاموس للإسلام لا يعرف الكراهية والحقد الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس بين أصحابه رضي الله عنهم فمرت جنازة يهودي في بعض الرواية بكى صلى الله عليه وسلم فقالوا وما يبكيك جنازة يهودي فقال نفس فلتت مني الله إلى النار الله شوف نفس فلتت مني وقدار الحزن شوف وقدار الحزن على الآخر شوف المشاعر الجميلة الفياضة الحقيقية التي يربح ذلك يدعونا إلى أن بالفعل نمعن النظر دكتور عادل في أن ما نجابه هم فكر هو فكر وليس شخص لو كان شخص كنا ذهبنا إليه لكن من يقف خلف هذا الفكر وخلف هذا العقيدة الدموية التكفيرية الإرهابية يجب أن نتصدى لهم بفكر أيضا يعني يقوي من عزيمتنا ويقول بأن هذا الفكر ضال منحرف ليس على جادة الصواب نعم نعم وشوف الحقيقة أبو حمد ربما مصطلح آخر غير الفكر يصح لمثل هؤلاء هو الهوى يعني هؤلاء لهم هوى في أو في الصلاة ولذلك من أبرز صفاتهم من أبرز صفاتهم نحن نسميه الاجتزاء يعني يجتزئ النص يأخذ نصف الآية أو يأخذ آية دون الآيات الأخرى نعم زي في عندك سبعين آية مثلا تدعو إلى السلام تدعو لكذا يأخذ آية فيها مثلا حق زي هو شرعا ما يجوز وعلما ومنهجا ما يجوز تأخذ آية الوحد ها أو كذا يجب أن تجمع الآيات التي في نفس الموضوع وتخرج بخلاصة يعني الموضوع هم ينتقون وحتى فتاوى العلماء وأقوال العلماء يجتزئونها حينما تأخذ جزء من النص من خارج السياقة مقدمتها أو خاتمتها يعطي معنا آخر صحيح وحتى بعض الآيات أو بعض الكذا إذا ما أخذت الآية مكتمينة معا التي قبلها وعدها ربما تفهم فهم الآخر فهؤلاء هوى وهوى نفس والعياذ بالله يعيش أزمة نفسية اقتصادية معيشية اجتماعية سياسية أي أن كان فيريد يعبر يخدع نفسه أولا ويخدع الآخرين صحيح وهذا اللي يتبع هوى نفسه بهذه الأشياء والدافع الحقيقي غالبا 80% دافع نفسي شخصي عقدة داخلية من أي صنف الأصناف يغلفها بالغلاف الدين والياد هذا يعني طبعا مسؤولية سنعود إلى الحديث عن مسؤولية الخطاب الديني الآن في توجيه النشأ والناشئة لكن كاميرات الحقيقة وليس كاميرا تلفزيون دولة الكويت فقط كاميرات محطاتنا وقنواتنا العاملة في تلفزيون دولة الكويت تجهت في كل ميدان تأخذ وترصد ردود الأفعال سواء كان عند المصابين في المستشفيات جراء الحادث الأثيم أو من المسؤولين والمواطنين والمقيمين فخرجت الحقيقة ولسان الحال جميعا يقول بكلمة واحدة أراد العدو الآثم أن يشق الصف لكننا واثقون من وحدتنا الوطنية ولن يفلح في ذلك هل هناك صورة أبلغوا من هذه الصور هذه الروح الأبوية التي نتحدث عنها باستمرار سمو الأمير الوالد حضرة صاحب السمو الأب الحنون أب الجميع وهو يعود ويتفقد وسمو ولي العهد حفظه الله يعود أيضا الجرحة ويشارك وأسرة آل الصباح الكريمة قيادة معالي الوزراء عضاء مجلس الأمة الشعب الكويتي بكافة فروعه وتخصصاته وقبائله وطوائفه كلهم أوصلوا رسالة واضحة للعيان لا لبس فيها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار هي الكويت عصية على الإرهاب أخطأوا الدولة وأخطأوا المجتمع أراد الآثمون أن يوصلوا رسالة لكن الرسالة ارتدت إلى نحورهم خائبين مندحرين بإذن الله وسنتصدى لهم عود إلى ضيفي عزيز المشاهد ونحن نازلنا نسلط الضو على الجريمة الأثيمة التي ارتكبها الآثمون ليس فقط من ارتكب هذه الجريمة هناك من يقف وراءه هناك من يحاول أن يكرر لا سمح الله هذه الجريمة لكن عيون رجال الأمن بالمرصاد مسؤوليتنا كمواطنين ستكون إن شاء الله بالمرصاد وعين الله دائما ترعانا وتحفظنا بإذن الله دي أختر عادل اليوم مسؤولية الخطاب الديني وأنتم في مقدمة وعلى رأس أيضا الهرم في وزارة الأوقاف مع معالي وزير الأوقاف وزير العدل كلكم مسؤولون وكل مواطن هنا مسؤول لكن أفراد المجتمع عادة يعولون على وتر حساس وهو الوتر الديني أو الخطاب الديني لأن اليوم الإنسان لا يناقش في الجانب الديني لأنه يعتقد بأن كل ما يعني يتم مناقشته في الجانب الديني لا نقاش فيه ولا أخذ ولا عطاء لكن الرسالة الدينية رسالة توجيهية تهديبية أليس كذلك دكتور عادل نعم صحيح حقيقة يعني الخطاب الديني أنقسم إلى قسمين قسم أول نسميه مثلا خطاب ديني وقائي يعني واجب علينا نحن آباء نحن مسؤولين في وزارة الأوقاف نحن مسؤولين في وزارة التربية في وزارة الإعلام أن نعطيه جرعات يعني حقيقية وعميقة للأجيال التي تمنحهم التحصين الذاتي ضد هذا الفيروس الخطير بمعنى أن نكون عقلية لدى أبنائنا يكون لديه المعيارية في قبول أي فكرة تأتي أو يرفضها هناك معيار يتعود على معيار معين يتربى على هذا المعيار يتربى على الوسطية يتربى على قبول الرأي الآخر يتربى على احترام الرأي الآخر يتربى على التعايش السلمي مع الآخر في معنى يعني إذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قد جسد هذا المعنى من التعايش مع الآخر مع التباين الكامل في القضية العقدية وحتى فروعها أقول التعايش الكامل الذي جسده الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بصحيفة المدينة دستور كامل يعني مش قضية توجيه عام فقط جاء لا جاء دستور ينظم الحياة ويؤصلها ويقننها فالتعايش السلمي مع اليهود ومع المشركين في وطن واحد هذه الصحيفة تحدد الواجبات والحقوق لكل طرف الأطراف وتحدد واجب الدفاع عن هذه الأرض عن هذه المدينة عن هذه الدولة عن هذا المجتمع أن الكل يتعاضد في أمن وأمان واستقرار هذا البلد فإذا كان مع اليهود ومع المشركين غير المسلمين نعم هكذا ومع المنافقين أيضا لو درس الآن يمكن باقي مجال تفصيل نعم صحيح ولكن تفصيل حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع المنافقين شيء عجيب جدا وكيف أن يجعلهم كل الأحكام وهم الذين وصفهم الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار عايشة معايشة كاملة واجاء من يقترح عليه أن يصفيهم فقال لا لا يقال أن محمد يقترى صحابه تعايش كامل وحسابهم عند الله سبحانه الله تفيل بالحساب الله سبحانه وتعالى أن الحكم لله والله سبحانه وتعالى يحكم بينهم يوم القيامة أنتم أنت مزؤول حين هذا الشأن أنتم مزؤول في هذا الشأن بمراد الله عز وجل الله عز وجل يعني حكمته اقتضت وجود البشرية ولو شاء لهدى الله الناس جميعين أجمعين واجعلهم أمة واحدة صحيح ولكن الله حكم جل وعلا واختبار لهذه الحياة ولكن أنت الذي تحكم عليهم لا الذي يحكم عليهم هو الله سبحانه وتعالى خاصة الحكم العيني أنك ما تحكم على الإنسان بالجنة أو النار بنيته أو بضميره أتا الكافر لأن هذا الكافر سيكون في النار لا بعيني ما تحكم على الجسم فالشاهد فالرصول صلى الله عليه وسلم كتب صحيفة كاملة فيها دستور كامل للتعايش السلمة وعلى آخر فإذن باب أولى أتعايش مع آخر المسلم أين كنت من اقترب معايا أتعايش مع الكل والجميع بمنظومة يعني قانونية تختم الكل والجميع فالشاهد هنا الخطاب أنه نربي الأجيال على مثل هذه المعيارية فالذي يأتينا لشق الصف أو يرمي ويأتي منهج الإقصاء وهذا هو أخطر أخطر منهج وموجود يعني لدى بعض المتدينين إقصاء الآخر وجرد أنه اختلف معه صحيح وأحيانا في جزئيات سقيرة بسيطة نعم زي الصحابة أظن الله عليه وسلم أبوها الرسول سلم يقول للصحابة لا يصلينا حدكم العصر لا فيه بني قريضة فيروحهم كلهم لبني قريضة في الطريق تقيب الشمس فيقول البعض لا نصلي العصر قبل لا تقيب الشمس يخرج الوقت والآخر قال لا الرسول صلي يقع لنصلي في بني قريضة حتى لو غابت الشمس فنصهم صلوا بالطريق ونصهم صلوا بعد قروب الشمس في بني قريضة ضاع الأجر لا يعني أقصد يعني صلوا في اجتهادهم نعم فالرسول سلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء وهؤلاء لم ينكروا على هؤلاء وهؤلاء لم ينكروا على هؤلاء ولا عرف عنهم تصارعوا ولا تجادلوا ولا تحاربوا ولا قلوب ورمت على الآخر كل كلام باضي الذي يأتي به البعض من أمثال هؤلاء فحقيقة أن قضية الخطاب الديني يركز على الوسطية يركز على تربية الأجيال تربية يعني صحيحة تستوعب الآخر صحيح في فكره في حواره في الأخذ العطاء مع الآخر الغضية الثانية هي قضية المرجعية أن يكون هناك عندنا يعني في الخطاب أن يكون لنا مرجع من من رموز يعني يشهد لهم تاريخهم ويشهد لهم علم ومرسوخهم في العلم ويكونون هم بمثالة بمثالة صمامات أمان للمجتمع والناس يثوب لهؤلاء في المحن وفي الإشكالات وفي المساء العويصة وفي الأزمات وفي الفتن فهؤلاء يعني بما منحهم الله سبحانه وتعالى من علم و بسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تلمع أيضا في هذه الاجتهادات أحيانا تكون لتقريب المسافات أو لوضع محل قضية محل نقاش هذا دليل على فكر مستنير دليل على وعي هذا هذا ما يمكن يعني يتصب به ملامح الخطاب الديني في المرحلة المقبل وكل هؤلاء المتطرفون إذا وجدت هؤلاء الرموز ما لهم على قدرة خفزة صحيح في التسويق لأنه في من يرد يقتات نعم في من من يقتات نعم فيرد الحقيقة يعني لأهالي الشهداء وللمصابين أيضا نصيب من تغطيتنا الإعلامية لهم كل الحق لهم كل الموقف الحقيقة والتحية والتقدير نسلط الضو على معاناة هؤلاء الجرحة الذين أصابتهم شضايا الاعتداء الأثيم الذي وقع في مسجد الصادق في منطقة الصوابر نتابع يعني بعد قليل سننتقل إلى مسجد الدولة الكبير إن شاء الله لكن الكلمة متاحة الأخيرة بشكل سريع دكتور عادل حقيقة يعني شيء أود أن أقول أن كل واحد يشرب مسؤوليته حقيقة في هذه القضية ونقول أيضا القنوات الفضائية يتقوا الله يتقوا الله ولا يثير هذه النعرات والججوة ويجهز الشباب لأمثال هؤلاء شكرا دكتور عادل وإذا سمح لنا أيضا الوقت بعد قليل إن شاء الله حسب ما ترد من توجيهات لنقل التعازي من مسجد الدولة الكبير فإلى هناك مشاهدين الكرام نتابع تلقي العزاء عزاء الكويت كلها في شهداء الوطن فإلى هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة